اشتركوا في القناة لك يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعيد من سلطانك أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات في هذه اللحظة المباركة نعلن اختتام فعاليات هذه الذكرى المباركة الذكرى الأربعين لتأسيش جماعة العدل والإحسان بعد شهور من الحضور الإعلامي من خلال مجموعة من الفعاليات تناولت شتى مجالات العمل عشنا خلال هذه الشهور أياما مباركات أياما ذكرتنا بفضل الله عز وجل علينا وما أنعم به المولى عز وجل على هذه الجماعة المباركة فنحن نخف لنحمض الله عز وجل ونشكره وأننا لنا أن نؤدي نعمة الله وشكر نعمته علينا فهو سبحانه وتعالى نسأله أن يؤدي علينا شكر نعمه أيها الإخوة والأخوات أيها الأحباب الكرام من أعضاء جماعة العدل والإحسان ومن من تابع فعاليات هذه الدكرة خلال هذه الأيام حينما قررت جماعة العدل والإحسان أن تحتفل بهذه الدكرة جعلت أمام أعينها مجموعة من الأهداف أرادت أن تحققها من خلال هذا الاحتفال أذكر بعض هذه الغايات التي أردنا تحقيقها والتي بالمناسبة نشكر الله عز وجل كثيرا على أن حققها لنا إذا نقول جميعا جميعا فأغلبية ما وضعنا من أهداف والحمد لله قد تحقق كان الهدف الأول هو الوفاء للجيل المؤسس وفي مقدمته بالطبع الإمام المرشد عبد السلام يسين رحمه الله ومعه مجموعة من الرجال والنساء منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبدل تمديله وقد أعطوا برهان الصدق والتبات والحمد لله على ذلك ولا يمكن أن نقدر هذا العمل حق قدره إن لم نعرفه ولم نستحضره ولم نستعرض المراحل التي مر بها فعملت فعالية هذه الدكرى على استعراض مجموعة من مراحل التي مرت بها هذه الجماعة منذ التأسيس منذ أن كانت نواتا أعضاؤها لا يتجاوزون أصابع اليد وبدون شك تابع الإخوة والأخوات وكل المتابعين بعض ما استطعنا أن نعرضه من الصعاب ومن التحديات ومن التعسف والمضايقات والسجون والظلم البين التي تعرضت له هذه الجماعة المباركة لكن الله سبحانه وتعالى قواها وتبتها وأنجح مساعيها حتى كبرت واستوت على سوقها وبلغت الأربعين والحمد لله على ذلك أجيال التحقت بالجماعة ربما غاب عنها ما وقع في البداية في البدايات لكن الوقوف عند هذه المحطات حاول أن يشعرها بهذا المشعر الذي ستتسلمه تتسلمه تشعرها بما بذل من جهود في سبيل بناء هذا الصرح العظيم سأل الله سبحانه وتعالى أن يمتد عبر الأجيال المقبلة هذا ضمن الأهداف التي حققناها والحمد لله هدف تاني وهو الذي عبر عنه في البداية في افتتاح هذه الفعاليات السيد الأمين العام من أننا جماعة ليست منغلقة أننا جماعة منفتحة على الآخر جماعة تمد يدها للناس لكل الناس بمختلف مشاربهم كي نتعاون على الجزء أو القاعدة التي نشترك فيها ولم يكن هذا الأمر شعار نرفعه فقط بل أثبت التجربة والممارسة والسلوك والعمل التي قامت به الجماعة الحمد لله أنها بالفعل تسعى إلى ذلك من خلال انفتاحها على الناس من خلال فسح أحضانها وبيوتها لجميع الناس فحضر كثير من فعاليات الموجودة في المغرب على تنوع مشاربها حضروا وتكلموا وتحدتوا بكل حريتهم وامتقدوا وتمنوا وأفرحنا ذلك واستفدنا من ملاحظاتهم الكثير وأنا من هذا المنبر ونحن في ختام هذه الفعاليات أكرر ما تفضل به السيد الأمين العام في البداية ونقول سنبقى وستبقى جماعة العدل والإحسان مفتوحة أحضانها مبدودة أيديها لكل من أراد أن يتعاون على البر والتقوى وعلى إخراج بلادنا وأمتنا من هذا التخلف وهذا الترد الذي تعيش فيه لكي تسلك طريقة العدل ولابتعاد عن الظن من الأهداف التي سعينا إلى تحقيقها كذلك هي تعريف الناس بأن الروح التي اجتبعت عليه جماعة العدل والإحسان هي مصير الإنسان يتذكير الإنسان بمصيره هناك أمور قد تبدو للجميع أنها شيء معروف لكن عمليا الناس غافلون عن الاستعداد للآخرة ولقاء الله عز وجل واستحضار عمليا أن هذه الدنيا دار مرور ودار عبور وليست دار قرار فلذلك عملت فعالية هذه الدكرة من خلال مجموعة من المحطات التربوية لإبراز هذا الجانب ولإظهاره للناس ولتنبيه الغافلين عنه وأعتقد أن الإشارات التي كانت في هذا المجال قد وصلت لكثير من الناس أيها الإخوة والأخوات يعز علينا أن نختتم هذه الفعاليات بعد أن عشنا معها أياما كثيرة فأتوجه للجميع خصوصا خارج الجماعة نقول لهم ها أنتم تعرفتم على الجماعة ونرجو أن يكون بحثكم عن هذه الجماعة من خلال ما تعرضه الجماعة عن نفسها لا من خلال ما تعرضه الجهاد الحاقدة وغير المنصفة ها أنتم قد عرفتم فلمن أراد أن يتعاون معنا على الخير وعلى العمل الصالح وعلى مصلحة الأمة ومصلحة البلاد فنحن مستعدون ونقول لعامة الناس يا أحبابنا يا إخواننا يا أخواتنا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي مبادئنا ها هو مشروعنا ها هي غاياتنا محبة الخير للناس والسعي إلى لقاء الله عز وجل حتى نلقاه عن ناراد السعي في عمل العمل على النهوض بهذه الأمة فهذه سفينتنا فتعالوا اركبوا معنا لا تبقوا من المتفرجين اليوم نحن موجودون وغدا سنلقى الله عز وجل فمتى نبقى ننتظر أو نتفرج هل مركبوا معنا تعاونوا معنا فنحن جماعة تتوب إلى الله وتتعاون وتسعى وتدعو الناس لكي يتوبوا معها إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأمتنا للخير ولعمل الدأوب لإنقاذ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادة لجميع من يريد الخير لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة